موسيقى مساء الخير لا كلف شرعا ولا خطواته مستحبة ومن مثله لا أسف عليه لكن استقبال الضيف واجب ديفيد ساترفيلد المبعوث غير السامي خرق مجددا الأجواء اللبنانية بجدار صوت فارغ المضمون وهو عاد من الأراضي المحتلة كما ذهب خالي الوفاد وبصفر تنازل عن حق لبنان في حقله التاسع ساترفيلد الأمريكي المتلبس دور الموفد الإسرائيلي لم يكن يعول عليه في إحراز أي ثغرة لكونه نائبا عن الكناست لكن الموقف الرسمي اللبناني رفع له ورقة الفيتو وأعاد على مسمع الأصيل الذي يؤدي دور الوكيل أن هذا البلد لي يتنازل ولو قيد أنملة عن حقه لا في النفط ولا في الغاز من اليرز حيث التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى قصر بستروس بسيل وهناك ثبت وزير الخارجية قاعدة الحفاظ على السيادة وبحسب معلومات الجديد فإن بسيل أبلغ ساترفيلد أننا لن نتنازل لا في البر ولا في البحر وأن هذا الأمر غير قابل للنقاش وبحسب المصادر فأن أجواء الاجتماع انتهت إلى أن إسرائيل سوف تتضرر كما يتضرر لبنان ساترفيلد الذي يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا حضر طيفه في لقاء الأربعاء ومن خارج جدول اللقاء كانت زيارة لللواء عباس إبراهيم على ملف النفط ولدى مغادرته عين التيني قال اسألوا الرئيس بري لكن رئيس المجلس كان قد بعث بجواب استباقي مفاده أن المعادلة الإسرائيلية ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم هي معادلة مرفوضة قطعا ولن تستقيم أو تمر وذلك بعدما علم بخيبة ساترفيلد وبأنه لم يأتي بجديد من الأراضي المحتلة بحسب مصادر متابعة الموقف اللبناني الثابت يضع سدا أمام خطة ساترفيلد في التسويق لتعاقد لن يتم لأن أي اتفاق قد يوقعه لبنان يكون إقرارا بسرقة غاز مسروق أصلا من أصحاب الحق الفلسطيني كما فعلت مصر والأردن وإذا كان البلدان يتكيان على كامب ديفيد ووادي عربة فأن في لبنان الوعد الصادق إذا أخذ مجلس الدفاع الأعلى في لبنان قرارا بأن محطات النفط في بحر إسرائيل ممنوعة من العمل فخلال الساعات ستتوقف عن العمل كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا والذي قاله في مهرجان حفظ الوصية بات كلمة سر وورقة قوة في يد لبنان لا ضيرة من أن يرميها بوجه إسرائيل ووكلائها وجسم المقاومة لبيس أفضل